تستمر مديرية الصنف الكيميائي بإقامة المحاضرات التي تهدف إلى نشر الوعي بين منتسبيها في مختلف الوحدات التابعة لها حيث أقامت كتيبة الدفاع الكيميائي الأولى محاضرتين حول موضوع المخدرات الأولى بعنوان تأثير المخدرات في المجتمع والعقوبات التي تفرض على كل من يتعاطاها والمتاجرة بها والثانية الأثار الصحية والسريرية للإدمان على المخدرات وحضر هذه المحاضرة منتسبي الكتيبة حيث بيّنت الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع في المجتمع وتأثيره الكبير على شريحة الشباب حسب توجيهات سيد رئيسر كاني الجيش المحترم ومعاور رئيسر كاني الجيش للتدريب المحترم ومدير الصف الكيميائي بزيادة تلوع المقاتلين عن طريق للقاء المحاضرات تم اليوم لقاء محاضرة على تأثيرات العقلية المخدرات وتأثيرها على المجتمع بشكل عام وعلى الأشخاص بشكل خاص والمواد القانونية على متعاطيها والذي يتاجرون بها وكانت محاضرة قديمة من قبل القائمين على المحاضرة نشكرهم على هذا الإلقاء وعلى إيصال المعلومات وإيصال الفكرة للمقاتلين إن شاء الله تكون هاي نواة خير في نشر الوعي ومجابهة هالعافة التي تواجه المجتمع وجرى خلال المحاضرة التعريب بأهم أسباب الإدمان ومظار المخدرات في المجتمع وما يترتب عليها من آثار صحية تصيب الإنسان نتيجة الإدمان عليها إضافة إلى التعريب بسلوك المتعاطين للمخدرات داخل المجتمع وجرى أيضا التعريب بأهمية العقوبات التي يفرضها القانون على المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات وضرورة تنفيذ القوانين التي تحود من هذه الظاهرة هذا وانتهت المحاضرة بنصائح مهمة للإبتعاد عن هذه الآفة الخطرة التي يجب أن تتضافر جميع الجهود للقضاء عليها تم ألقاء محاضرة على منتسبية الكتيبة الدفاع الكيميائي الأولى عن المخدرات وتأثيرها في المجتمع والعقوبات التي فرضها قانون المخدرات العراقي رقم 50 سنة 2017 تأثير المخدرات لا يمس فقط المتعاطي المخدرات والنما تمتد أضغاره إلى المجتمع وإلى الأضغار الاجتماعية واقتصادية تم رعاية وتنظيم محاضرة عن آثار المخدرات من الناحية السريرية تركزنا بها على آثار المخدرات على الجهاز العصبي وحيشينا بالتفصيل عن أنواع المخدرات وعن فيزيائية الإدمان وحيشينا عن الآثار السريرية التي هي من هلاوس من فقدان السيطرة ومن فقدان التوازن وحيشينا عن أعراض الانسحاب في حالة قرار الشخص أنه يقلع عن المخدرات